بسم الله الرحمن الرحيم تسعمية واربعة يبدأها المهندس عدلي بالنظرة المتفائلة ربما بعد تعادل المنتخب شوف هي أسوأ أحسن نتيجة يعني إحنا من كتر الفرص الضائعة في الشوت الثاني تحديداً تب تسمح لي أنا التعبير ده بسمعه كتير ويعمل لغفانة أسوأ أحسن هي أقل النتاج الكويسة أقل النتاج الجيدة لا أسوأ أحسن ليه أو غير أنت شرحتها أقل النتاج الكويسة لأن أنت حفظت على المسافة اللي بينك وبين غينية ولكن قربت المسافة اللي بينك وبين بوركينة إلا إذا تعادلت بوركينة الناردة أو خسر أي فمن ناحية يعني أكدت على ابتعادك عن فريق بيلعب على أرضه بين جمهوره فمناخه وأنه برضو ماتش خارج أرضك يحسب لكن من ضمن الفرص ده عنك تضيع شوز كامل دون أن تسعى إلى الفوز الذي أفصح الشوت التاني أنه كان بمقدورك بسهولة أنت الشوت التاني جبت جون وضيعت جربعة خمسة ولعبت كورة جميلة ولو كنت لعبت كورة أكثر جماعية وأكثر سرعة كنت خلص الماتش بسهولة لكن دائما داخلنا قناعة وإحنا مغلوبين وندرك التعادل كويس كتاخير الدنيا فالنهاردة أنا مبسوط كمان أن صلاح في الوقت يعني ضيع فرستين سهلين راح جاي بجون صعب جدا ما جي مش إلى محمد صلاح قفل وش رجله تبتيجي بسلو موشن شوف أنك الرجله تقفل إزاي عشان نروح في البعيدة ده محمد صلاح دي المهارة الإستثنائية وتحرق كثيرا وصنع يعني كان لأ وجود في الشوت التاني كما نتمنى أن يكون معنا محمد صلاح الماتش الشوت التاني لا دي مصر وكانوا خايفين جدا يعني هما يلعبوا زون ديفينس ويعملوا قص دفاعي بكل الفريق في آخر ربع ساعة بالوقت المحتسب بدل من ضائع ده هما يعني عايزين يتلعبوا النتيجة كده حتى ما حاولوش عملوا هجمة مرتدة فأنا بأعتبرها يعني كويس إن إحنا أدركنا التعادل لأننا تلقينا هدف مالوش لازمة لكن بيني وبينك كان ممكن نكسب لهم وراء طيب النتيجة دي تعمل لنا إيه؟ تعمل لنا اللي أنا قلته تحافظ على مسافة اللي بينا وبين اللي يلينا وتقربنا مش اللي بيلينا قوي يعني إحنا بينا بين بوركينة فاس ودلوقتي إذا كسبت حيبقى بيننا وبينهم بمطينة دلوقتي إحنا عشر نقاط من أربع مباريات آه غينيا بيساو ستة آآ ستة نقاط من أربع مباريات برضا في ضل الفريق أربع بونت ليهم زي من وأنا وبركينة وبركينة أربع نقاط من ثلاث ماتشاة من ثلاث ماتشاة لو كسب حيبقى سبعة حيبقى بينك وبينهم كام لو كسب حيبقى سبعة هيبقى بينهم تلاتة تلاتة نقط تلاتة بون Nä فأنت المسافات مازالت في حوزتك طبعا واخلصت من مطش ومن مطشاة الرزلة برا أرضك ولكن مازالت هناك مباراة حيبقى مهم جدا طول ما المسافة اللي بينك وبين بوركينة تلاتة بون هيبقى المباراة اللي هناك آه مخيفة ده علنوا عليك بخير الماتشات الجاية بقى في ابتداء من مارس عشرين خمسة وعشرين يعني هنقفل التصفيات دي السنة دي السنة دي خلصت خالص نبدأ في مارس عشرين خمسة وعشرين يعني كمان يعني تغييني بشاو ده آخر مباراة أيو ماشي والنهار ده نتمنى يعني نتيجة أي نتيجة غير فوز بوركينة يبقى كواس أو أيو دي حاجة المنتخب حيارة ما انتش عارف هو تقيل ولا خفيف يعني هو خفيف لما تلعب الكرة بتاعة شوت الأول تقيل لما تلعب الكرة بتاعة شوت التاني هل ممكن يكون يعني الجو بقى أحسن شوية الحر في الشوت الأولاني كان وضع أن اللعبة متأثرة شوت التاني الظروف بقت أحسن نسبيا نسل ممكن أنا مقدرش أقولك لأن أنا مش موجود الرطوبة عالية الحرارة الإدراك أن المباراة دي مباراة يعني مفتاحية يعني مفتاح لحاجات كتير وحمد صاحب الأرض برضو في البداية بتبارها وأعتقد أن الجوني اللي دخل فينا حرارنا من كل الكلام ده ما عادي نكسب بقى فلعبت كرتك اللي تؤدي لهذا وكان هم بغي أنت فوق يعني هم حتى في الشوت الأول ما بدأوش يروح عليك إلا في العشر ده وربع ساعة الأخيرة اللي هم سجلوا فيها قبل منها أنت رايح كتير أنت رايح كتير وهم خايفين لغاية حتى مام الصفة محمد تعور وخرج معظم الهجمات لصالحك أنت لازم من ناحة الفنية بقى يبتدي الجهاز الفني يدرس المرحلة اللي فاتت ويدرس التشكيل ويدرس برضو إذا كان عندك سنة بقى هتفرز لك نجوم جدد ولا لأ بالتأكيد حتى لو فيه مطشات تودية لازم حتتلعب بفلسفة تانية اللي هي فرص مزيد من الفرص للعناصر الجديدة وبالطرق اللي أنت عايز تلعب بها بقى اللي أنت ترى أنك أنت يعني ما أسعفكش الوقت أنك تلقينها للفريق أي إنما الجميل في الفطرة اللي فاتت أنه لا ساعة الجد الجمهور المصر الخلف منتخبه تماما يعني ما كانش فيه فصال ولا حسابات ولا صوت يعلو عن صوت المنتخب الحقيقة لفطرة اللي فاتت الأجواء بين اللعيبة والجهاز الفطرة اللي فاتت كان كويسة أنا بقى الكلمة دي عايزة توقف الدمى شوية يعني إحنا نوعا نشايلين ليه هم الأجواء اللي بين اللعيبة وبين الإدارات الفنسيوية واللي المنتخب أولا دي إحنا في عصر احترافه طالما اللعيب ياخد حقه ما عندوش طرف إن يبقى له وجهة نظر في مين اللي يلعب ومين اللي يتغير ومين ده إحنا مش بنلعب لإمتاعك إنت بتلعب لإمتاع الجماهير والتحقيق المكاسب لإن عندك موهبة خاصة تكافأ عليها لكن إنت أملكش وجهة نظر إلا فيما يخصك أنت إنك أنت تتمرن وتبقى كويس ده اللي هو أي لعب يعني أنا بتكلم في العموم مش في لعيب معين يعني أو في وقع معينة لإن الكلام ده بدأ تردد كثيرا أصل اللعيب أعايز كذا أصل اللعيب نفسه كذا أصل اللعيب مش عارف كويس ده الكلام ده في عصر اللواه من عشرين سنة كان ممكن نقبل الكلام ده لإن إيه المرضود غير إنه يستمتع بالكورة فإذا ما استمتعش بيه أو لعب طب هو جايله من ده بإيه لكن لما يكون جايله من ده بكتير قوي وحياة مستقرة وأوضاع سليمة ومستقبل مضمون عليك إنك تؤدي دورك بما يسمح بجو مريح في العمل بينك وبين زميلك وبينك وبين أجهزة الفنية وبينك وبين جماهيرك إنما الشخباطة اللي إحنا فيها دي واللخباطة اللي إحنا فيها دي والاشتباك والطراشق أفقدنا متعة كرة القدم الحقيقة يعني حتى على المجال الإداري يعني هو اللي إحنا ده فيه إيه يعني ما زالنا في نفس القضايا هي نفس الكلام هو هو واللي عايز أيوة بس هي كده أيوة بس هي كده أيه بس إيه كده لغة جديدة فلسفة جديدة بتطلع أجيال مش عايزة تبص للجانب الموضوعي يعني يعني حنستكمل بعض الحوارات طيب هذه المباراة ربما تكون الأخيرة لمجلس دارة اتحاد الكرة في التصفيات لأنه آخر مدى ممكن تتعمل فيه انتخابات اتحاد الكرة آخر حاجة منتصف يناير الجاي يعني حتى بعد الدورة اللونبية لو خد مدة الاربعين يوم علشان يبدأ يدعو للجماعة العمومية في كل الأحوال 15 يناير أو 14 يناير المفروض وانت بتقول التصفيات هتبدأ امتى؟ في مارس فمؤكد انه دي المباراة الأخيرة لجمال علام وخالد الدرندالي ومجلس الإدارة الحالي المباراة اسمية لكن ما زال عليه مسؤوليات كثيرة جدا تجاه المنتخب وجادل فني وخطة الإعداد ايه انت عنت خطة انت لازم حتى حتحول توفرها للأجهزة الفنية وعندك مسؤولية أكتر أنك انت تقود النظام الكروي إلى نظام ده طبعا فيما يخص تصفات كاس العالم تصفات كاس الأمم دي مشهل وحدة انما على الفكرة تصفات كاس الأمم هتخدم على تصفات كاس العالم وهي بطولة مهمة من الضرش أني خشها نقول دي إعداد طبع هي تارجيت يعني لازم تبقى تارجيت تبقى هدف أنا عايز أقول يعني ربما وأنت تخوض أمطارك الأخيرة في المسؤولية تكون اتحررت انت نفسك من ضغوط كتير جدا كمسؤول في التعادل كورة تبتدي بقى تخطط التخطيط الصح اللي يؤدي إلى مصلحة الأندية ومصلحة المتخبات اللي يؤدي إلى نظام كاروي ما يستهلكش اللعيبة بالمنظر اللا إنساني اللي احنا شايفينه ده ونسمح بعمل فني الظروف مش تعمحة به ما فيش مدرب يقدر يتدعي أنه فارد بصمته إلا بشخصيته في أنه يقدر يجمع اللعيبة ويقدر يعمل تاكتك المباراة إنما إنه يعالج نواقص أو يكتشف طرق لعب أو يعمل ما فيش وقت للكلام ده حتى علاج اللعيبة مش يواخد وقته حتى اكتشاف النجوم الجداد ما فيش الجرأة إلا في أندية اللي هي مش مضغوطة عليها بتحقيق أهداف بطولات أو البقاء في الدول يعني فيه مساحة كده في الجدول الأندية دي بيبقى عندها جرأة أكتر من اللي فوق من اللي تحت تقدر تعمل ليه يا عزا كمان نبتدي ننظر نظرة احترافية في الأندية اللي عندها مشاكل ونظرة احترافية في ترصيخ النظم ولوائح الاتحاد الدولي وتطبيقها بحزفرة لازم ناخد خطوة لإصلاح المناخ الكروي بشكل يحترمنا فيه النظام العالمي ما ينفعش لحد النهاردة نبقى احنا دولة من أكثر الدول اللي عندها مشاكل داخل الاتحاد الدولي والإفريق من فعشي احنا دولة رائدة احنا دولة أسسة الاتحادات الأهلية احنا دولة أسسة الاتحادات الإقليمية احنا دولة يعني أسمت في دخول كرة القدم أفريقيا صحيح احنا أصحاب الأرقام القياسية في كل حاجة على مستوى المتخبات والأندية مكانتنا بالأرقام لا يترجمها الواقع الكرة والمستويات المقدمة طب عايزين ايه أكتر من أن أنت عندك واقع صلب تقدر توقف عليه وتبني والناس تذكرك بكل خير جمد قلبك ومالكش دعوة أخد القرارات الصعبة وإحنا دخلين على قرار وزاري ما عرفش الدنيا هتبقى زي ما هي هتصفر عن تعديلات في أخبار عن تعديلات ولازم الاشتباكل في لجنة حاجات كتيرة لجنة أئلومبية الوزارة طب واحدة من أهم القضايا اللي أفرزتها تجربة المنتخب النادي الأهلي على سبيل المثال عنده أكبر عدد من اللعيبة مع المنتخب الوطني وعنده أكبر عدد من المباريات الرسمية اللي عامل هذا الاشتباك ما تلع ليه لأن نظام الكرة عندك غلط ما ينفعش يبقى عندك بتلعب أربعة وثلاثين أسبوع يعني لازم يبقى العدد الأندية في دوري الممتاز أقل وتوسع شوية دوري المحترفين لأن نجحت التجربة تحت يعني نجحت وعمل مستويات قوية وابتدي سواءها يعني الناس اللي خايفة من يقول لك دوري المظليم ما بقاش مظليم ده بقى دوري المحترفين وبيتزاع والناس بتشوفه وتقدر تسواءه وتجيب مدخيل كويسة تساعد بيها الأندية دي وتكتشف منها نجوم ويتقدم لك نجوم للمنتخب والأندية الكبرى وإحنا شفنا ألمع نجوم الدوري دلوقتي يطلعين من الدرجات الأدنى كثير من الأمور يمكن بشيء من الجرأة لإني ما زلت أقول يا جماعة إذا فضلنا كده كرة القدم مهددة بحاجتين المراهنات وغسيل الأموال وعشوائية الإدارة ده كلام مهم جدا لكنه كلام خطير هنرجع له بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد طيب بعد ما اتكلمنا على المنتخب المهندس عادلي قبل الفاصل أشر له نقطة مهمة جدا وهي مخاوف المراهنات واللعب المالي غير النظيفة والحقيقة ده هاجس كرة القدم كلما دخلت الصناعة بتاعتها في مراحل عالية قوي في الاقتصاديات بدأت المخاوف كتير وبنشوف لعيبة كتيرة بتتوقف لفترات طويلة بسبب المراهنات وضلوحها في عملية المراهنات الحقيقة لوكالات الدولية أشارت لحاجة فيما يخص الدوري الإنجليزي ربطة الدوري الإنجليزي بدأت تتحدث عن قانون جديد للتحكم في نفقات الأندية المتنفسة في البطولة في البريمير ليك وبيقول أن الدوري الإنجليزي الربطة فرضت حد أقصى تجريبي عايزة تجرب حد أقصى تجريبي لنفقات الفرق المتنفسة بحيث لا تتخطى نفقات كل فريق 85% من داخل النادي وده بيستخدم بشكل غير ملزم من الموسم اللي جاي ممكن أن نشرح دي بس عشان ناس هي مش حتى سقف الكل الأندية يعني مش حتى كل نادي مثلا يسرف 100 مليون دولار لا 85% من داخل وهو ده اللي احنا بنقوله الشفافية المالية واللعب المالي النظيف عشان ما تعملش تعاقدات أكتر من مواردك وما تقدرش تفي بالتزاماتك وتعتمد على مصادر ما انتش عارف جايبها منين طيب قالك حيسموا اللي حديث لسكواد كوست رولز أو ما يعني قواعد تكلفة الفريق كل فريق الكوست بتاعه قد ايه عنده قواعد للصرف من خلالها قالك هتبدو بمثابة تحديث لقواعد اللعب المالي النظيف دي آلية جديدة لقواعد اللعب المالي النظيف الاتحاد الاوروبي هيجربها في مختلف دول الاتحاد ربطة الدولة الانجليزية دي بس جملة جملة دي حاجة جديدة لا ايوة دي عايزانة ليه لما انت عتعمل كده كل نادي ملتزم ان يقول داخله جاي منين عايز توقفة 85% من كام انت عتقدم بجت أو ميزانية هيسألوك منين اه ما هي دي القاعدة الاساسية اللي شغالين عليه اه اه دي القاعدة الاساسية بقى انا بقول لك بقى حي هو هيقول لك اللي انت هتقول لي عليه وتؤكد لي على مصادره المالية النظيفة هاعتمده لك وهقول لك التزم ب85% منه في تعاقدات طيب الاتحاق ربطة الدور الانجليزي قالت في البيان ان النظام الجديد هيسعى لتحسين الاستدامة المالية والحفاظ على التنفسية المتزنة في البريمير ليج واعطاء قفزة لتطلعات الاندية وتسهيل التقالف مع مسابقات اخرى ودعم تنفسية الاندية في المنافسات الاوروبية دي مجرد محاولة تجربية حيتم فرضها من السنة الجاية ازاي تقدر تعمل قواعد للصرف ترتبط بالتكلفة بتاعت الفريق نفسه هو انا بس عايز اسأل سؤال هو مين اللي مهتم قوي بتطبيق شفافية والقواعد المالية النظيفة وتطورها وتطبيقها بصرامة شديدة على اندية تكتشف انجلترا تكتشف اسبانيا ريال مديلي بتكلم في الموضوع ده عقوبات بتطلع على اندية بتخسم منها نقط الاندية في العالم اللي احنا بنسميه يعني العالم الاقوى في كرة القدم اقصاديا وفنيا وكل حاجة هو اللي بيتصدى للزوائر السلبية وده يعني بيفهمك مدى اهمية هذه القواعد في بلاد اكورة القدم بالنسبة لها صناعة مهمة جدا جدا لكن احنا ودن من طين ودن من عجين لكن الكلام ده ملناش دعوه به وفي كوكب اخر خليهم يعملوا اللي يعملوه بس احنا يعملين انظامنا طيب المونس عدل اشار لريال مدريد وريال مدريد النهاردة كان حدوتة مهمة مدربه الايطالي انشيلوتي طلع بتصريح لصحف بلاده وقالك ريال مدريد مش هيشارك في كاس العالم للاندية وانسوا قالها كده بالحرف على الاتحاد الدولي ان ينسى لان احنا مش هنروح نشارك في بطولة زي كده علشان ناخد 12 مليون دولار قالك قالك الكلام ده بناخده في موراه واحدة فالكلام ده مش هيحصل الحقيقة يمكن الكل بقى يتحدث هل كاس العالم للاندية البطولة الوليدة الانفنتينو بيأمل انه يعمل من خلالها تجربة جديدة وتبقى سابقة فعلا مهمة بطولة فيها 32 نادي من كل اندية العالم 12 نادي مرة واحدة من اوروبا يعني فيه زخم في كرة القدم عالي جدا في امريكا 20-25 الحقيقة ريال مدريد محبش يسيب المسألة عند تصريح انشلوتي والصدق اللي عملته هذه التصريحات طلع ريال مدريد بيان عايز يرد على مدربه وقال في بيان رسمي ان ريال مدريد يؤكد انه لم يشكك في اي لحظة في مشاركته في منديال الاندية الجديدة الذي سينظمه الفيفا في الموسم المقبل وبالتالي سيشارك نادينا كما هو مقرر في هذه المسابقة الرسمية التي سنخوضها بفخر وسنحاول اسعاد الملايين من جمهيرنا حول العالم بلقب جديد ده بقول لكم جي بعد ساعات من تصريحات انشلوتي بخصوص ان فريق لن يشارك وكان قال انشلوتي على الفيفا ان ينسى اللعبون والاندية لن يشاركوا في هذه البطولة مش هناخد عشرين مليون دولار في بطولة احنا بناخدها في ماتش واحد لكن الريال ارد عليه هنا بقى لأول مرة تحدث ان منتعدم الاحترافية من انشلوتي تحدث فيه ما لا يملكه ولا يخصه ولا يحق له التعليق عليه كمدرب انا كنت اتصاعد يقول لك لا نشارك لانه هو او ساقوصي بعدم المشاركة لانه بيشكل عبء فني وزهن على العب ويهدد مشاركاتي الاخرى لكن ان احنا لا انسوا علشان انا الفلوس العشرين ده بخدها في ماتش وكأنه صادر على مجلس الادارة فمجلس الادارة ده لألم على هوا بان رسم ترقع له ترقع لمين الريال ترقع لانشلوتي قال له لا يا حبيبي مش دورك او عتا تتجاوز دورك مهما كنت انت مين ولا جبت لنا بطولات ايه ده قرارنا احنا ولذلك كلمة سنخوضها بفخر يعني مش مرغمين يعني وحنحاول نجيب نسعد جمهورنا حول الآن هاي بقى انا بقى تدعيات التناقض وعدم احترافية انشلوتي مع غضبة البيان المدريدي ده في غضبة الصياغة دي فيها غضب ما هي مؤكد انه جاية جاية بغضبة انفنتينو لأنه بيسوى البطولة لا وبيطمن الاتحاد الدول انت بتتعامل معاين اما لكش دعم الرجل ده ده بقى هل يشي بان انشلوتي باي باي انشلوتي ولا حيبلحها بقى ويروح مطاطي ويسيبها تعدي ويستوعب الدرس هنشوف طيب بمناسبة ريال مدريد يا جماعة لانه حتى المشاركة طبعا في البطولة اللي النادي القالي له كل الفخر وجماهيره انه حيبقى موجود في هذا الحدث العلامي الكبير اللي بينظم لأول مرة بهذا الشكل كلام كتير بيتقال حوالين الجوائز والارقام اللي حتدخلها والمداخيل الاتحاد الدولي حتى الان ما طلعش اي تصريحات باي ارقام ممكن تتوزع في البطولة حتى الان المسائل لسه رهن التسويق عشان كده حتى الانشلوتي لما تكلم تكلم قالك الرقم اللي بيتقال 20 مليون دولار الفيفا طبعا انزعج لانه دي مراحل تسويق والفيفا عايز يعمل منها مداخيل كبيرة جدا وبيضرب لهم المشروع فانت بتضرب للمشروع تقول لي ان ريال مدريد مش جاي هي دي المشكلة اوروبا لوحدها فيها 12 نادي جاي يشارك افريقيا طبعا منها الاربعة الاهلي والوداد وصانداونز والتراجي التونسي لكن بمناسبة هذه المشاركة وهذه الجدارة انت بتقول لي قبل الهوى انت كنت ضيف مع ابراهيم فيه وكان فيه حاجات الوقت ما سامحش ان انت اتوضح لم يسعفنا الوقت نحن نستكمل اجابات كثيرة يعني اي يعني كنت انا وميده والاطار كان اطار اخرج به عن طاق الاشخاص لم احاور ميده كشخص يعني انا قلت رأيي في الاول انا احب فيه جانب واتعفظ على جانب لكن احبه بشكل عام ولكن هو كمان كنت اناقش الافكار التي اتى بها ليتساءل عنها او يدعمها عشان ارد ردود علمية وموضوعية مش بوجة النظر من ضمنها مثلا الشعبية وطلبت منك على الهوى تبعت لي بعتال بعتال ابراهيم بعتالي دراسات وقرعها ابراهيم بس ما لحقش يعلق عليها فانت حتول قلنا الدوق عليها وتقول مصدرها ايه وحننخشها تفصيلا من ضمن القضايا مثلا لانه كناش عايزين تبانك اني انا بجادل شخص انا اجادل كلام وافكار مش مش اشخاص او اناقش بلاش اجادل يعني هو قال فساد وانا دي ما في امتهاش يعني فساد عيسى حياته ومحمد احمد انت خدت اللقب في فترة في فترة عيسى حياته ومحمد احمد الوقت او الحوار لم يسمح لي ان اسأل السؤال المنطقي يا كامتن ميدو ممكن اعرف هو انت القابك اللي خدتها عن القرن الماضي خدتها من سنة كام لسنة كام وكم لقب لانه لانت انتهي في الفين مش كده طيب هو ده الالقاب اللي انت بتستند لي انه بتطالب من اجلها بانك انت تبقى نادي القرن وبتقول ان المعايير وضعوها الفسادة دول تفصيلا ان النادي الالف سنة 94 طيب هو عيسى حياته اللي انت بتقول فاسد كان موجود امتة ومش امتة طيب خليني لا ونبي ما تخل سيبني عشان حسيبك انت لانك انت هتعلق علي انا وهتعلق علي كلام لا لا تفضي بس انا عايزة ده الكلام اللي انا كنت عايزة اقوله عيسى حياته حتى كل القابك تمت في عهد عيسى حياته طيب هو سنة 94 اللي انت قلت دول المعايير دي تفصلت عشان النادي الاهلي يفوز طيب ما توقف عند عيسى حياته خليني نحسنها هتجاوب على سيلة دي اه هنا احسن لك عيسى حياته طيب بس اجاوب وجاوبني على كله ماشي خليني عند عيسى ما انا هقول لك علي والله هسيبة قول عشان تجاوب لي على دي كمان اه 94 نزلت معايير خلاص انت بتقول تفصلت للاهل طب لما نزلت المعايير دي سنة 94 كان الاهلي يسبق الزمالك بكمبونت ولما انتهد سنة 2000 كان الاهلي بينوا بين زمالك كامبونت جايوا بقى حضرتك طب بص يا جماعة لان انا عندي الاجابة بس انا عايزة كنت تقول بص يا جماعة مفيش قضية اصابت الرأي العام المصري بالزهق والملل قد قضية نادي القار عشان كده اللي هنقوله ياريت يبقى موجودة عند كل جمهور هي يعني الجدل والصفصطة رغم الوضوح اللي بيّن فيها اه اولا الاشارة الى انه الاهلي خاد اللقب في عصر عيسى حياته الفاسد هكذا قيل وفساد عيسى حياته هنا عيسى حياته مبدأ ايه ما كانش فاسد دي معلومة بس لان عيسى حياته لما اوزيح جوزيف بلطر لقضايا فاسد من رئاسة الاتحاد الدولي هو ومشيل بلاتني اللي رئاس الاتحاد الدولي عيسى حياته هنا بس حصل فيه خلط بين بلطر وحياته هفكركم بس بالعنوان اللي كان بتاع سكاي نيوز انه حياته رئيسا للاتحاد الدولي يا ريتس جمالة بس يورهولكو حياته يتولى رئاسة الفيفا مؤقتا بعد ايقاف بلطر ده في كام يا جماعة في اكتوبر 2013 2 اكتوبر 2015 ده سكاي نيوز هنا حصل خلط رقم 2 عيسى حياته سيئت في انتخابات الكاف قدام احمد احمد في مارس 2017 انتخابات 16 مارس 2017 عيسى خد 20 صوت واحمد احمد خد 34 صوت وابتعد عيسى حياته بموجة بالانتخابات في 2017 وكان مصر لها موقف ساعتها مع احمد احمد ضد عيسى اذا المسألة في محاولة تشويه القابل اهلي انها كانت في عصر عيسى حياته اللي وصف عصره بالفساد لا الزمالك كل القابه في دور الابطال خدها في فترة عيسى حياته عيسى حياته لما يعني الزمالك اخر لقب له في 2002 ما خدش لقب بعد ما عيسى حياته ومش في دور الابطال خالص هنا مش القصة عيسى حياته كويس ولا وحش القصة محاولة إلصاق القابل نادي الاهلي بفترة معينة ده مردود عليها لانه النادي الاهلي بعد 2017 او بعد حتى انتهاء ولاية عيسى حياته اديكم شايفين ما شاء الله القابل الاهلي عامل ازاي خمسة دور الابطال السوبر كاس العالم للاندية وهكذا فمحاولة التلميح بشكل او باخر على بطولات النادي الاهلي قياسا على عصر معين ده كلام صغير اوه طيب جاوبي على المعلومة اللي انا قلتها بقى 94 نزلت المعايير كان الزمالك كان الاهلي بينه بين الزمالك حوالي 17 بنت والزمالك في المركز السابع في المركز السابع بعد اعتذار الاهلي فيه سنة من السنين الاهلي كسب دوري وكاس واختار الاهلي انه يلعب في الكاس فالزمالك لعب بدل الاهلي في الدوري ما علينا بص يا جماعة لكن انا عايز اعرف انت اقتربت اقتربت في الفترة دي كان مركز طيب زمالك اقترب ومش دي القضية زمالك اقترب بقى انا مكلم على المعايير بقى التاني بعد الاهلي بنفس المعايير اه واخدلك النهاردة بقى هزي المعايير ايه اللي ستجد عليها المعايير دي يا جماعة بنفس النقاط ونفس المصطرة الاتحاد الدولي اعتمدها للاتحاد الافريقي كمسوغ للتأهيل لبطولة العالم بمعنى اللي الاتحاد الافريقي حطوا من قواعد في 94 واحتفل في نهاية القرن بالاهل نادي القرن هي نفس القواعد اللي الفيفا النهاردة اعتبرها مصطرة للتأهيل لبطولة العالم للاندية تعارفين الجدول اللي حتشوفوه دلوقتي ترتيب الاندية الافريقية المعتمد من الفيفا واللي بموجبها بيتم اختيار الدول او الاندية اللي بتشارك في كاس العالم انت افريقيا لها كام؟ لها اربع مقاعد اللي هم ابطال اخر اربع نسخ في دور الابطال طيب اذا تكرر بطل الاهل ما شاء الله عليه خد تلات القاب فاتكرر مرتين فلازم ان تاخد غيره فاتخد التراجي واتخد ساندونز طيب اللايحة اللي انت او القائمة اللي انت اخدت منها اللي اعتمدها لاتحاد الدولي واللي اساسها النقاط بنفس المواصفات اللي الاتحاد الافريقيا عملها اللي وصف وقتها انه بيجامل الاهلي بصوا على الجدول دالة انه في ملحوظة مهمة جدا زي ما قلتلكم اتمنى ان ده يكون ناسف للجدل والصفصطة والكلام الفارغ اللي الناس شغلة نفسها بيه بصوا يا جماعة النادي الاهلي عنده 140 نقطة ب12 بطولة ده التصنيف الهكاف المعتمد من الاتحاد الدولي بموجب دور الابطال بنفس النقاط الاهلي الاول 140 و12 بطولة الوداد 108 عنده 3 بطولات هتقول لي يا انهربيض ده 3 بطولات ده الزمالك عنده 5 بطولات هي مش بالكسات هي بالنقاط حسب المشاركات والنقطة اللي انت بتاخدها عن كل دور بتبلغه عشان الناس تحاول تفهم شوية فاهمين فاهمين يا براه طيب هم الناس فهمها الترجي 100 نقطة عنده 4 بطولات يعني انا بقولك ايه الزمالك انا بقولك الناس فهمها ليه وده اصعب احنا اللي اهمنا يا جماعة الجمهور اصعب نقاط الجدل لانك تبقى عارف وانت بتجادل خلص خلي الجمهور خلي الجمهور بس توصل له الحقيقة جماهير الناديين عشان ما يبقاش فيه اي مشحنات انتوا شايفين الزمالك في المركز الكام يعني الاهل الاول التاني الوداد التالت الترجي الزمالك المركز التلاتاشر تعرفوا ان الزمالك بالخمس القاب في دور الابطال ما عندهش الا 28 نقطة ليه لانه ما بياخدش نقاط في السنوات الاخيرة في دور الابطال فاصبح الزمالك بالخمس القاب قبل منه فرق ما خدتش اللقب ولا مرة الناس اصحاب نظرية الست اكبر من التسعة لا ده الصفر طلع اكبر من الخمسة الزيرو طلع اكبر من الخمسة الجدول تاني بس بعد ازنا حضراتكم الصفر بقى اكبر من الخمسة لان الزمالك عنده خمس القاب بصوا فوق منه مين كايزر تشيفز ما عندهش ولا لقب لكن بياخد فوق الزمالك حوريا كونكر الغيني ما عندهش ولا لقب بس فوق الزمالك مزنبل كونغولي عنده خمس بطولات زي الزمالك بس فوق منه الهلال السوداني اللي ما عندهش ولا لقب الرجاء المغربي عنده ثلاث ألقاب بس فوق منه سنبل تنزاني اللي ما عندهش ولا لقب بيترو أتلتكو ما عندهش ولا لقب شباب باللوزاد ما عندهش ولا لقب سانداونز يروح بطولة العالم يا جماعة ببطولة واحدة ومزنبل بالخمسة ما يروحش والزمالك بالخمسة ما بيروحش والرجاء بالتلاتة ما بيروحش ليه لان هي الخانة الاولانية عدد النقاط اللي انت جمعتها في السنوات اللي انت مشارك فيها الأربعة الأخيرة شوفوا ده جدول المفروض حضراتكو تحتفظوا بيه لزوم الجدل الصفستائي هو الفكرة شايف عدد البطولات مقارنة بعدد النقاط شايفين الزمالك بالخمس ألقاب فوق منه ناس عنده زيرو من البطولات في ست سبع فرق فوق منه ما عندهش ولا لقب بس عندهن نقاط أكتر ليه؟ يقولك لو رحت الدورة الثمانية تاخد كم نقطة رحت السيمة فينال تاخد كم نقطة رحت الفاينال تاخد كذا خدت البطولة تاخد كذا ما شاركتش خالص مش هتاخد حد اعترض من الدول؟ الرجاء قال إزاي أنا ما روحش والوداد يروح هل ده؟ لا لا أكتر من كده خلينا فيه اللي بيعترض كل دول فاهمين؟ وده اللي قلتوه لك أول السنوية العامة بيحسبوه باللي جمع أكبر عدد من الدرجات مش العدد الفول مارك ولكن اللي أنا عايز أسأله أنت يا زمالك شايف أن فيه معيارة حتى في 94 مش عاجبك أبسط حاجة تطعن على المعيار أو لا تطعن براحتك ما تطعنش لا سيد إبراهيم بس ما عليش ما أنا سبتك بقى تشرح ويتنظر قول لو أنا ما كانوا أنا مش عاجبني اطعن على المعيار أنت ما تطعنتش على المعيار إذن معترف أن المعيار ده كمال درويش راح مقر الانتحاد لأفريقيا سعيدة ما تطعنش وشرحوله شرحوله بس ما شرحوله شيء وطعن شيء لم يهو كل ما تكلم المتكلم حد يقول لك هنرفع عضية هنطعن هنعم أنا السؤال يا أستاذ إبراهيم النظام ده من 94 هو المستمر لحد النهار ده إذن هو ده النظام أستخي أنت ممكن جدا تنقي بقى نظام كل واحد من الأدية دي ينقي النظام اللي يحقق له مصلحته بس مش ده النظام المتابعة بص يا جماعة إحنا مش بصدد الدفاع عن جدارة الأهل بلقب نادي القرس بنشرح بس اللقب ده انتهى من 25 سنة فاته ربع القرن الجديد خلص من العبث الزهني والفكري إن احنا نتكلم فيه لكن نحنا بنتكلم إنت النهار ده العالم ماشي بإيه البطولة اللي حتتعب في 25 نظام التأهيل لها ماشي إزاي القواعد بتاعت 94 والزمالك احتفل مع الأهل بلقب نادي القرن والدكتور كمال درويش والله رحمه الكابتن عزم مجاد جمحضر مباراة الأهل وريال مدريد وبعته للنادي الأهل البرقي التهنيع سيبكم من أي مزايدات بعد كده ولا تعنينا اللي عايز يقول إنه هو أحسن نادي في الكون يروح يقول بس في النهاية هذا لا يشغلنا ولا يعنينا ما يعنينا هو إيش حالك اليوم إنت النهاردة إيه النظام اللي إنت ماشي بيه اللي إنت ماشي بيه هو الجدول اللي أنا عرضته لكم على فكرة هذا النظام المعتمد من الاتحاد الدولي للاتحاد الأفريقي هو ذات نفسه اللي معمول للاتحاد الأوروبي وكل الاتحادات القرات إيه رأيكم اتحاد الدولي عشان يوحد نظام التأهيل اللي بطولة كاس العالم في نظامها الجديد حط المنفسه ده آخر أربع سنين في دور الأبطال لكل قرة احسب عدد النقاط ورتب وخد بالكلاسفيكيشن أو التصنيف إذا الأبطال اتكرروا عارفين المفارقة اللي إنتوا شفتوها إنه يبقى فريق عنده خمس ألقاب لكنه بيحتل المركز التلاتاشر وفريق يروح بطولة العالم وهو عنده لقب واحد وناس تسبق أبو خمسة تسبقه وإيه عندها صفر ألقاب هو ذات نفسه اللي حصل في أوروبا بصوا على جدول تصنيف أندية أوروبا لبطولة العالم هتكتشفوا مفاجأة شديدة جدا بصوا بقى من الأول عارفين ريال مدريد عنده خمسة عشر لقب بس مش الأول تخيلوا ده تعزيز للقاعدة اللي أنا بقول لكم عليها هي النقاط هي النقاط الخمسة عشر لقب بتوع ريال مدريد منشستر سيتي مية تلاتة وعشر نقطة لأنه آخر أربع سنوات جمع من النقاط في البطولة الأوروبية ما هو يزيد عن ريال مدريد فأصبح منشستر سيتي عنده مية تلاتة وعشر ريال مدريد عنده مية وتسعة عشر باير نوميونخ عنده مية وتمانية باريسان جيرمان عنده خمسة وتمانين خدوا بالكم حاجة ده التصنيف الأوروبي اللي ماشي بنفسك من فستو بتاع المتحدة الدولة خلينا من دلوقتي ده نظام صرحناه خلاص ده نظام احنا خلينا نتكلم في القرن الماضي انتهى هو ده اللي بنتكلم فيه البطولة دي محتوط لها معايير أخرى لكن بنفس نظام النقاط ايوه ودي بطولة تانية خلينا نتكلم في البطولة اللي مازالوا بيتكلموا فيها خليهم يتكلم دعهم يتكلم لا 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 تدع أحد يتقاول عليك وتيجي أجل مش فاهمه وهو اللي فاهم انه بيتقاول عليك يخليك تشوشل أفكار ناس احنا بنشرح للناس انت معترض من اربعة وتسعين على نظام لحد الفين كويس فلي اعترض ده باش مانتس حول الله ايو اعترض طب انا عايز اكمل انت حتسكت اعتراضه ايوه انا مش هسكته هو انا حسمع اللي بيكلمهم الحقيقة فين احا هو يقول وانا اقوله الناس ناقل حقيقة انت النظام حضرتك انت اللي قربتلي النظام وانا لما تحط ما تحطليش عشان متفاصل ما كانش محتاجني فلما تقول لي كده النظام بتاعيس حياته تفاصل للأهلي اقول لحضرتك استفادت من جود عيس حياته من هذا النظام مش انا ادي ادي حاجة لما نيجي نتكلم في قضايا تانية استاذ براهيم وهو مثلا الكابتن ميدو بيقول لك مش عايزين نعيش حالة المظلومية وكل الفقرات يقول لك زمالك مظلوم زمالك مظلوم زمالك مظلوم هو حر والله سيداني هو حر مش هيطلع من ده كابتن حسن شحاته نفسه قالك هي الناس عايزة تفضل في القمق من ده قال للافظ ايو بس عشان كده دي ردود اهونا بصدر على حريته اه مش بصدر على حريته انا بقول لك ما لم يسعفني الوقت ان انا ارد به تعرف عمر الدردير ايه عمر الدردير وهو متحدث رسمي قال لك احنا بنبقى عارفين ان احنا واخدين حقنا التالت والتالي بس كده بس بنفضل ان احنا مظلومين عشان ناخد اكتر لما بقول لك دلوقتي بيبقوا عارفين اقصد هذا مش مهما احنا عارفين النظام هو عارف انه يعني عارف الحقيقة فين لكن زي عمر الدردير اقرى بقى دلوقتي عمر الدردير لحد النهاردة بيكتب ايه اه ارتدى لنفسه هذا اه خط مش فالتزب يعني فيه مصداقية ممكن بتتحبش انت عشان بتقول المصداقية احنا ما بندورش على الحب احنا بندور على الحقيقة والناس يصدق اللي بيغلاغي وبيغازل من اجل مشاعر الناس قد يتجاوز الحقيقة ويتغضع عنه فالحوار انت بتسألني ما لم يتسع لك الوقت مش مهندس عشان تقوله فبقوله اقولك انت اضبت حاجات تانية طبعا بيها قمتة جدا ولازم تقال لكن انا اتحدث ان الامور لما نفكر وعلى فكرة فيه قطاع كبير جدا من الزماركوية بينقش هذا الامر بالطريقة اللي انا بقولها دي يا جماعة انت ردوا على الكلام ده بشكل موضوعي ما نعودش يقول لا ايه كده اصلا فيه مظلومية اصلا مش عارف ايه وحتخش بعد كده ودي الفخر اللي انا مستنية منك بقى صباح التحكيم بقى ساز براي هنجي للتحكيم بس قبل التحكيم بصوا يا جماعة ماهو ده برضو نوع من الجدل الصفستائي اللي المفروض ما يكونش موجود لانه بصوا على اي مجموعة قاعدة كده وشوفوها عشوائيا نسبة الاهل للزمالك حتى عرفوها بشكل عشوائي سنة 2017 اه 2017 قبلها شوية مركز بصيرة لقياسات الرأي العام بصيرة ده المركز المصري لبحوث الرأي العام ده التابع لمجلس الوزراء بالزبط في 18 اغسطس 2014 حبي يقيس الرأي العام الرياض في مصر ودي مسألة كتير لما قلنا دي مهمة جدا وكنا حتى في بدايات مالك وكتابة بنتكلم على انه انت محتاج علشان تطرح سلعة للسو تبقى عارف حجم السو بتاعك اديه مؤكد الزمالك بيشجعه كام الالتحاد بيشجعه كام وده اللي خلها صالة تعمل حينتج احصائية اخرى حينتج منتجات ينزلها السوق يبقى عارف حجم السوق بتاعه قديه فمركز بصيرة طلعا منه باهمية قياس الرأي العام الرياضي في مصر وده مركز رسمي في 18 اغسطس 2014 وانا لما بقول ابراهيم فيا راجل صحفي والمفروض الكلام ده على فكرة اتنشر في كل المواقع فالمفروض هو اللي كان يرد للمهندس عادلي كان هيبقى فاكر الارقام ولا ميدو هيبقى عارف الارقام ممكن هو يعني عايز يكون من بس هو حد ياخد دور المحايد انه ما يتدخلش لكنه المزيع مسؤول عن تصحيح المعلومة لانه لما المهندس عادلي يقول مركز بصيرة عمل يقول له لا 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 ما عملش ده ميدو لا اي حد بيتابع او بيقرأ ويكتب هيبقى ارى كل المواقع التي بصوا على المواقع سريعا كده فيه 18 اغسطس 2014 استطلاع بصيرة 72% من المصريين يشجعون النادي الاهلي و21% يا جماعة ياريتكو بعد اذنكو ننزل بس الصور تباعا 72% من المصريين يشجعون النادي الاهلي و21 للزمالك ده اعلن اهو فيه اتنين في 18 اغسطس 2014 وياريت نذكر المكان المصدر فين ده المصر اليوم يعني مش 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 موقع بيرسلم ده المصر اليوم اللي بيحتفل النهاردة بعشرين سنة على اصداره ده استطلاع بصيرة اجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة استطلاعين للرأي حول اهتمامات الشارع المصري بكرة القدم ومشاهدتهم للمباريات النهائية في كأس العالم واشار الى كل ده على لسان الدكتور ماجد عثمان مدير المركز جريدة المال كاصدار اقتصادي دراسة خمسين مليون مشجع كروا بمصر منهم أربعين مليون أهلاوي ده انطلاقا من ببقى 80% شركة ابسوس وقال قال الموقع انه شركة صلة راعي النادي الآلي قامت بالتعاقد مع شركة ابسوس ابسوس يا جماعة واحدة من أهم الثلاث شركات لقياس الرأي العام والتسويق وبحوث التسويق في العالم صلة تعاقدت معها عشان تعال اعمل لي دراسة للسوق المصري اللي انا نوع اتعاقد معها عاديت شوف هيدفعه كام اعرف هيدفع كام فكانت النتيجة زي ما ذكر الموقع انه 50 مليون مشجع 62% منهم رجال 38% منهم نساء 80% منهم يشجعون النادي الآلي يعني 40 مليون اهلاوي في مصر طيب يوم الاربع 17 مايو 2016 2017 ردت ابسوس اجرينا بحث شعبية الآلي بعينة 12 الف شخص دي عينة جبيرة جدا الناس اللي عندها علاقة او عندها معرفة بمناهج البحث والبحوث بتاعة الرأي العام انت بتختار عينات عشوائية بعدد كبير وزي من المواند ساعد لي بيقولك 12 الف دي عينة كبيرة جدا بتختارها بشكل عشوائي بتختارها ما بين المدن والحضر والريف والقرى والمدينة بتختارها عينة متنوعة بمواصفات علمية دقيقة لما تيجي من ابسوس المكلفة من صلة عشان تساعدها طيب تخش تاخد ايه في السوق قال ساعتها في 17 مايو 2017 ابسوس اجرينا دي الصورة رقم 5 دي ده موقع ايه ده في الجول ده موقع في الجول يا رات يا جماعة المصدر من الامانة المهنية انه يذكر شرح عيمن علي المدير الاعلامي لشركة ابسوس اجراءات البحثة التي تم اجراءه لقياس شعبية الاهلي كشفت عنه شركة صلة السعودية انتم تتكلموا ابسوس شركة فرنسية امريكية ثم صلة شركة سعودية قال المدير الاعلامي لابسوس نحن ثاني اكبر شركة في العالم في مجال الابحاث طلبت شركة صلة مننا عمل بحث عن جمهور الاهلي وباقي الاندية بالفعل اجرينا البحث يوم يوم 17 مايو واوضح عبر برنامج الكرة في ملعبك في ازاعة شعب اف ام وجدنا ان 54 مليون شخص مهتمين بكرة القدم في مصر تم اختيار العينة من اشخاص اعمارهم 15 سنة على الاقل من الحضر والريف بلغ اجمال العينة التي اجرينا عليها البحث اتناشر الف شخص وقال البحث سليم بنسبة 98% تم بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي مع انه على فكرة مواقع التواصل الاجتماعي اسهل حاجة ايس فيها الرأي العام روحوا بصوا على صفحات النادي الاهلي ومواقع النادي الاهلي وكل حسابات النادي الاهلي الرسمية تلاقي تلات اضعاف الزمالك مثلا او تلات اضعاف اي حد في مصر في الرياضة خالد الغندور في برنامجه حاول يسأل مسؤولة شركة ابسوس ايه اللي انتو عملتوه فابسوس للغندور احصائية جماهير الاهلي صحيحة دي الشركة الاجنبية اللي بترد والمشاركون في استفتائك قالوا لخالد الغندور انت بتعمل استفتائك على صفحتك بس انت اخد بالك ان انت بتعمل بعينة وموجهة من الطبيع ان جمهورك يبقى زمالكاوي فبيقولوا له لا عينتك اللي انت بتعملها او استفتائك اللي انت بتعمله ده مش علمي لانه موجه ودي اكدته شيرهان محمد مسؤولة بشركة ابسوس اللي قامت باحصائية الرأي العام طيب الاهلي اعلن ان احصائية لما تلقى الاهلي ايام صلة النتائج الرسمية للبحث واعلنها النادي الاهلي بشكل رسمي وقال ان احصائية الخمسين مليون مشجع قامت بها تلت شركات عالمية حسب ما تلقى النادي بهذا الشكل وكان ممثل فيه الوساس كامل زاهر امين السندوق وقتها واعماد وحيد ومروان هشام ومحمد جمال هليل اعضاء مجلس الادارة انا زاك استضافت شركة ابسوس في القاهرة ممثلي هذه الكيانات العالمية الكبرى اللي قدموا بحوث الرأي العام للتلت شركات العالمية اللي اجرت هذا البحث نيلسون سبورت وبليند فاير وابسوس التلت شركات العالمية قدموا البحث بتاعهم لشركة صلة قدمتوا للنادي الاهلي وهي بتتعاقد معاه ده ما يخص النادي الاهلي وما يخص صلة وما يخص ابسوس وايضا بصيرة بصيرة قال 72% من المصرين اهلوية وابسوس قدتلك لا هم 80% اهلوية عشان عينت ابسوس اوسع اه وحددتها 15 سنة لا هي كمان فيه فرق في التوقيت لانه دي 2014 ودي 2017 اه ممكن يكون حصل نمو اللي انا عايزة اقوله بقى نحن هنا نتحدث بايه بالعلم بالارقام بالاحصاءات بالاسناد الى المصادر ايوه دي المهمة قوي ده اللغة اللي احنا بنتكلم بها الذي يخطبك يتحدث بالانطباع والاستنكار والرغبة والنفي وجهة نظر لكن مش حقيقة لكن انت هو غلطان ان يحس كده هو حر لانه انا ممكن بقاعد في شقة كل اللي فيها ها بينتموا الى التوجه بتاعي فاشعر العالم كله كده بس لو خرجت برا الشقة لقى العمارة كلها عكس هي الفكرة كلها اللي عايز يناقشني من فضله بحقيقة ورقم يجيب لي يجيب لي دراسة قدام دراسة اسناد قدام اسناد حقيقة قدام حقيقة ويبقى مشاهنا وهو اللي بنتكلم يعني خلي الشركات دي تناخش بعضها ليه هنا فيه اختلاف اه انا ليه بقول لك هذا الكلام لان طبعا التفاصيل دي انا طبعا لما قلت الكلام ده انت شفت الكامتين ميدو قال لي لا يعني منين الكلام وطوله كذا قال لي وستاذ ابراهيم من يسل ما هو صح طوله لا هو رئيس تحرير عنده المستندات اللي بنتكلم بيه والله ده متاح له كل الناس وشكرا اه اكتب في السرشة على بخوص افسد ورسلها انا اتحدث عما حدث اه مش بقى عشان بقى فطلبت منك في البريك من فضلك بعت لنا بس لما كبت استاذ ابراهيم ارى في الاخر اراها الحقيقة اراها بس ما نقشهاش عشان كده احنا بنقشها النهاردة اه من حقك انك تقول ومن حقك ان اجيب وبالحقيقة ما فيش خلاف شخصي هنا ولكن احنا بنطرح هذا الطرح للرأي العام والرأي العام بيقود هو بقى الرأي العام نفسه يروح مع الانطباعات ولا مع الحقائق والارقام دي حاجة اتوقع عن الرأي العام فيه مجمله ها عايزي اروح مع الحقائق والارقام مش من مصلحة حتى لو سمي حاجة مش عجباه بس تكون هي الحقيقة انه ما يسمعاش عشان يقدر يشتغل عليها لان انكار الحقيقة بتخليك في جمود وما بتسعاش انك مانا كويس وانا احسن واحد بس انت اللي ظليمي خليني زي ما ده كلام مهم لكن فيه ايضا كلام اخر مهم جدا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد بنعرض ما لم يتح للمهندس عدلي مناقشته اللي ضيق وقته وقتها لكنه الهدف في كل ده يا جماعة الجمهور والجمهور على فكرة مني ناحيتين لانه شغل الجمهور بقضايا جدلية استهلكت زمارك وقت من الاوقات مرتضى منصور رحل وزارة التموين وفرد الدكتور علم صلحي قال له احنا ما بنتديش شعرات ولا القاب احنا بنعتمد ملكية فكرية وماركة تجارية مسجلة بناء على خطاب من الجهة المرحة للقب فالنادي الاهل مسجل نادي القرن لانه معاه خطاب من الجهة المنحة اللي هو الاتحاد الافريقي لكن هي مش بالكيف بس ارجوكو الارضية بقت يعني ممجوجة الى درجة هو ناس اخرين كتير مش هيبطلوا كلام فيها بس خليكو دايما مستحضرين القياس العلم اللي ماشي الغاية دلوقتي واللي على اساسه وضع النقاط في التصنيف حتى الان واحدة من الحاجات برضو اللي كل ما تنقش حد يقولك الاهرام ولقنا كابتن حسن حمدي ربنا ديله الصحة وطولة العمر الراجل مش موجود دلوقتي في الوسط الرياضة عشان يرد او الاهرام مش موجود في السوق بتاع الرعاية كمان عشان يوضح مين بيكسب من وراء مين هل الاهرام جامل الاهلي ولا الاهلي افاد الاهرام وهل لما الاهرام خرج من سوق الرعاية بتاع النادي الاهلي الوضع تغير الوضع تغير ده القيم تضعفت القيم تضعفت الكلام ده الجمهور الآلة علشان يشعر بقيمته التسويقية بجد وعلشان جمهور الزمالك علشان يطالب اداراته بالعمل الجد بجد بعيدا عن اكاذيبة آلة لفترات طويلة البعض بيحاول من خلالها يبرر شغله عمل ازاي فيتقل أصدو كابتن حسن حمد رئيس الوكالة هو الكابتن حسن حمد رئيس النادي الاهلي طب ايه مال ده ما الستاذ مرسى عطال عضو مجلس ادارة الاهرام ورئيس حرير الاهرام المساعي ثم رئيس مجلس ادارة الاهرام في كل هذه الظروف كان معك كابتن حسن حمد في مؤسسة واحدة لا كرئاس وهو كرئيس مجلس ادارة بيرأس اي وكالة او اي اصدار موجود يعني الكلام برضو الكلام ان الوكالة مستقلة ده كلام عبس طبعا اي حد بصحفي عارف ان ده عبس لانه الوكالة او اي قطاع زي قطاع المطابع والوكالات والصحف المتخصصة اللي صدر على المؤسسة كلها تحت ما ظلت مجلس الادارة ورئيس وما المجلس يعني مجلس ادارة النادي فريق كورت السالة ده مش تابع ده الوحده بقول لكم كلام لناس مش متخصصة ومش فهمة اصل الموضوع او مقوحة وخلاص مش هنقضك كتير لكنه ايه رأيكم لو سألنا واحد من اهلها صديق العزيز النقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد سيف اول حاجة سيف راجل اهرام جيه ابن الاهرام اه في الاصل ابن اخباره اليوم بس عشان الامور تبا واضحة لكنه انتقل للاهرام الرياضي وخرج معظم عمره معظم سنوات خدمته في الاهرام الرياضي ومدير تحرير للاهرام الرياضي يعني ابن هذه المؤسسة وكمان الرجل زي ملكاوي مش اهلاوي فرأيه من ابعد شي انه يكون فيه مجاملة للنادي الاهلي كان في مرة استضافوا الكابت المتحد شالبي ايام ما كانت بتطلع مودرن سبورت وسألوا على الحدوتة اللي الناس بتتكلم فيها النهار وحتتكلم بكرة وبعد عشان تشوفوا سنوات طويلة او زي ما بنقول الانجليز مياه كثيرة مرت في النهر وما حدش عايز ياخد داله نفكركم بكلام سيف في الموضوع ده كان بيقوله المورد الرئيس للمزادية الاهرام هو الاعلانات فلنهارده مش حخلي الاهرام يشتري حق رعاية مثلا بمية واربعين في تلات سنين عشر بيع ومية وخمسين او مية وستين ده لازم يكون ما يقرب من الدعف وإلا النسبة تحت خلق دي هتتوزع مكافئات وحوافز وعملات على الانجليز سنينية حابقة تتغير بتاعت المكافئات والحاجات دي باه مش حاجات مش كبار العقد اللي فات انت نخضيني انا كمان فسألت فلاقيت ان الستة وسبعين مليون جنيه عملوا مية وعلا وعلاقيت ان الستة وسبعين مليون جنيه عملوا مية واحد وعلاقيت مليون جنيه اوو والحد ده كله مكسر هو اصلا ميا واحد وخمسين في 10 مليون جنيه حصل مع معد المعلنين فسخ العودة أو حاجة زي كده يعني مجوش فال76 عملوا 140 يعني الضعف أنت تتكلم في الضعف أتكلم في 465 مليون جنيه مثلا الزبط فلما جل العفض دوت بتعرض على مجلس الإدارة والمبلغ دوت طبعا كل الناس يعني فتحت زواله طب فأنت بتجيب العقد اللي فات وحققت ديه في 3 سنين ممكن كمان يجيب أكتر ده موضوع تاني يخص بقى ده موضوع تاني ده نفتح فيه الكلام للصبح يعني أنا ممكن جزئية معينة أو إعلان معين أبتع الشركة أنا ممكن كأهرام أبيعه بمليون جنيه وممكن أبيعه للكابتن ميت حتى عنده شركة يبيعه ب2 مليون عطول مزبوط طب انت مستفدتش للي 2 مليون عطول مباشر مباشر دي سكة اكتانية بقى ممكن أكون إيه شايلني وأشايلك لكن في النهاية أنا لقى هما بيسموه في الوكالة في حاجة اسموا لك المستهدف انت حتدفع 140 طب المستهدف بتاعك 200 حد أدنى حققت المستهدف مليش عراقب بعد كده أنا كنت كممكن تبيع بأكتر أو إن كنت استسهلت أو ما ورحتش تعبت شوية وجبت الميتين انت بتحطيلي مستهدف فالبقاد اللي نزل بيوضح إنه 141 الأهرام بيتفعش منها ولا مجين طبيعي الأهرام بيتفع من اللي بيحصله وضع طبيعي المبلغ ده أو اتنين حيستسيرهم ويخليهم يبصوا نقشوا الكلام ده كله لو هو واحد أو الاتنين دول شافوا إن المبلغ ده طالع مجملة من حسن حمدي أهرام لحسن حمدي الأهلي هنو تعالى لكن هذا مرده مش بدافع لكن أنا بقول دي أمانة لها توصلتها صحيح هنفترض في أيام إن في علاقة حميمة بين حسن حمدي وإبراهيم نافع والشلة كان يقول عليها الشلة إياها حسن حمدي وإبراهيم نافع وفلان 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 حيح الحل وممكن يكون إبراهيم نافع يعني ساكت علي حسن حمدي طيب هو دا سؤال حنجل حيجواب عليه السيف برده لكن فلسافة البيع مفيش مرة الآرام عمل عقد مع القهل إلا ما كسب الضعف وبيبقى عارف إنه مسواءه قبل ما يخش ولذلك هو بيبقى حتى تخطى لها تجاوزوا في المزايدة في المزايدة يعني هو بيستطلع رأي الناس اللي عايزة تاخد الحودي شركة المحمول شركة المياه الغازية شركة الملابس شركة الواصلات شركة حتشتري مين بكام لاجبتلكو الامتيازات بتاعت القالي أنا ببيع قبل ما اشتري مسوأ كل حاجة يروح داخل اللي حاضر في المزايد بقى يقول له ايه مثلا حبيع بمليوت يقول له اخرى خمسين ما تزودش عن خمسين وده بيفصلك ليه الاهرام لما دخلت شركات جديدة زي بيقف بمبالغ بسيطة بينه وبين حد منه هتقول ما تزود هو عارف انه هيزوده هيبتدي يخش في الحد الحرج اللي يكسر القعدة دي أنا عايزة اسمع بقية الحوال طيب كلام اللي السيد محمد سيف هنا النقطتين انه هو كرجل مسؤول في الاهرام سأل لقى العقد ابو ستة وسبعين مليون اللي الاهرام اشتري به عقد النادي الاهلي الاهرام باع بمية واربعين مليون يعني بيقول له كافة المتحدة مية واربعين مية وحد بيقول له الاهرام ضاعف الرقم تقريبا اللي استفاد به ده هو قال له ايه ده قال له ايه مين اللي افاد مين بالزمجة ده قال له مية واحد وخمسين بس فيه شركة عشرة فاسخت مع عشرة اه يعني كان ممكن يبقى مية واحد وخمسين هنا الناس اللي بتقول لك حسن حمدي افاد النادي الاهلي لا الاهرام استفاد من وراء النادي الاهلي لانه الاهرام دخل في مزايدة ادري اخدها من اقرب وكالة كانت بتقل عنه باستمرار ارقام بسيطة جدا يعني لو ما خدش الاهرام بستة وسبعين هتلاقي اللي وراه كانت مثلا اخبار اليوم او اي وكالة اخرى كانت باربعة وسبعين ولا بسبعين فما كانش المسألة هي الاهرام لوحدها طيب استاذ سيف نهى الجزء اللي فات لكن الناس هتقول انه يمكن علاقة صداقة ما بين الاستاذ ابراهيم نافع عليها رحمة الله والكابتن حسن حمد ربنا يديله الصحة فماذا عن بقيت رأسا مجلس ادارة الاهرام تباعا مع الكابتن حسن ومع النادي الالي ومنهم على فكرة الاساس مرسى عطلة بس الناس لما تقول لك مرسى عطلة مسك رئاسة نادي الزمالك فترة قصيرة قال لهم بس طول عمره رجل زمالكا ومتحمس للزمالك هو كان رئيس تحرير مجلة الزمالك وكان دايما قطبه من اقطاب الزمالك ومن حكماء الزمالك الله يرحمه ودايما كان من قيادات الاهرام على كابتن حسن وباستمرار هو عضو مجلس ادارة الاهرام ويملك محاسبة اي خلل يبقى موجود بس هو شايف كابتن حسن جايب لهم ضعف للنادي الاهلي بياخده نكمل الرأي محمد سيف مشي ابراهيم نافع جيب عديل استاذ صراحة الغامري المفروض ان كان بينه وبين ابراهيم استاذ ابراهيم نافع فيه شوية حسن شوية اول لما يجي المفروض يشوف شنة ابراهيم نافع ويقعد يقصص فيها بالزبط ومنهم يبقى كابتن حسن الحمد وكالة عامة تكسب كمية مخصص المحاسبة وعلى الان ارتباء المخصص أمل حسن الحمد حسن الحمد vio كان ممكن بقى ما يجي ولك أحقق القائل 100 وحاكد الزلاج 30 ولو ما ينفعش ما ينفعش وقلل بصلي وعلو وخليوه خامية ومية 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 وطبال كبر لي قدام النادي تاهم إنما لأن الورق ورق سريم أو أن اجراءات ومقالة الأهرام للإعلان سريمة أو أنها بحققة المستهدف نعم عشان كده فدل إصلاح حاسد حمدي في منصبه وموقعه وعقد الرعاية بتاع الأهل بقى 76 وابتعز ملك وصل لحاجة وثلاثين أو حاجة واربعين مزبوط وإلا لو كان شاف أستاذ مرسى عطالله إن في لعب أو تلاعب أو تفضيل نادي عن نادي وقف كان لقف ودأت تجاي لما أخذ جوله على حجر يعني السلام وحد والمكالة مش هتفضل لما واحد يمشي أو بتاع أي حد يطع مش هتبقى المكالة من غير بواب اطلق بالزبط كده وإلا بقى بالدنيا متوقفش على حد صحيح حاجة قال له وقف صح وبالسلامة أنت كابتن حسر ويمسك الكابتن فتاة وماشي الدكتور عبدالعام سعيد ويجلب السباح نفس الشيء إذن إذا كان شغله في الوكالة عليه علامة استفهام إنه ممكن يكون الأرباح أوليلة ولا إهدار ملعام ما كانش خمسة أو ستة من درسة مجال في الإدارات استبقوا صحيح بالمنطق أنا من غير أول أرقام بالمنطق شرحته بوضوح شديد جدا ويبقى حاجة واحدة بتصور بسرعة جدا إنه محدش قال له أنت ليه وصلت لمية واحد ورمين وكان قبل كده ستة وسبعين لأنه كان فيه شركة بتزايد قدامه ووصلت لمية واربعين فكان لازم ينشي معها هم أربعة شركات الشركة وصلت لستة وتسعين وتوقفت وانسحبت تمام وشركة وصلت لمية واحد وتوقفت وانسحبت بقى شركتين الأهرام والشركة التانية والشركة التانية كان مستثمر رئيسي فيها قطري اه وصلت المسألة إلى يعني تعابل مية واربعين ومية واربعين كنت بتزاود ربع مليون وربع مليون اه وتعامل سبع بريك يعني سبع فضل بتاعها عشان كل واحد يرجع لرئيسه أو يرجع لشركته أو بتاعه زود 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 لحد ما كانت الشركة دي وفت عند مية واربعين والأهرام وصل لمية واحد واربعين طب اللي عليك حنفتعد إن الشركة تاخدها بمية واربعين حال اللي كان حيخدها بمية واربعين عالي سوري في اللفظ أحطر مش عافل المية واربعين الزبط كده هياعف يجبها الزبط كده مش ممكن فبالتالي أنا وصلت للرقم ده لأني كان في واحد بيزايدني جابني للرقم ده وكان ممكن توصل لأقل من كده بس ملكونتش هتوافق انك توصل لرقم ده إلا إذا كنت هتعفنا كدت هتعف ده مليون المية طيب يعني لما قلنا كده قالوا اطلعهم البلد يعني أنا قلت نفس الكلام وأحددت بس أنا ما قلتش نفس التسلسل اللي قاله لأستاذ محمد سيف ما كانش الوقت بيسعب أهمية سيف أهمية سيف إنه في وقتها وهو من الأهرام وهو زمال كاو ده كلام قديم شوف من إمتى ها من وقتها ها من وقتها وكان وقتها ايه في ناس عايزة تفتعل وقفات احتجاجية وكلام ميدة كان المناسبة يعني فهو أكد إن كل القيادات المتعاقبة أبقت من الإدارات القليلة التي بقيت كما هي كانت إدارة وكالة الأهرام أديدك من الشعر بيت يعني يعني هو قال والأستاذ مرسي عطالله كان موجود إزاي كان حيسمح بالتوجيه ده لو كانش حقيقي ومش مسألة هو كان موجود رئيس نادي ساعتها لا لا هو موجود بقلبه وبيعاطه وبيعواطفه وبتربصه لرجال إبرايم النافع زي ما قال الأستاذ محمد سيف انت عارف لما مشي الكابتن حسن حمدي في الأستاذ منعم سعيد حنجيبها مرة تانية له حديث في هذا الموضوع وقال قد إيه يعني الأهرام خسر كابتن حسن الإدارة بقيادة حسن حمدي لأن ما حققوش الأرقام دي بعد كده لأن الفكرة أنك تجيب وكان كابتن حسن حمدي بيمشي في الشوارع عشان يشتري المواقع اللي يحط فيها الأوت دورز اليوفط ويسافر الأقليم يقابل المحافظين وانا حضرت منه مرة كنت في اسكندرية وكان بيتناقش مع محافظة اسكندرية عشان أعلانته الطرق فهي دي اللي بنسميها الباقة وهو ده الفكر إن ليه الأهرام كان قوي بيقدر يسوى أي حاجة أخدها لأنه كان بيقدر عنده ميديا واسعة يقدر يحط عليها ده فكر مرتبط بشخص إنه يطور وده اللي بيحصل في نادي الأقلي الحد النهاردة أنت بتطور الباقة بتاعت لكن لما تيجي تنكر وتقف ديني دليل على كلام اللي أنت قلته أنا بدي لك مية دليل موسق وبيدي لك أدلة من أصحابك يعني لو أنت قعدت معاهم هم زملكوية زيك وأكتر يعني أيها زملكية وأينما كنت مدقوعة تشاكك في واحد زي الأستاذ محمد سيف ولا الأستاذ مرسع طالة ولا دي كالسف بص يا جماعة هي ما يعنينا في القصة دي أي كلام في محاولة التشويش على جدارة الأهل وبطولاته وأديكوا عارفين الرأي من الناس بعضمة لسان هكاملك بقى الحتة دي أيها كواس اللي فكرتيني يعني طيب الأهرام دخلت بعد كده أكتر من مزايدة وما خدتهاش بعد الكابتن حسن حمدي أي توقفوا عند نخطوا وتجاوزهم صلة آه في 2014 صلة خدتها منهم ثم وبعد كده خدتها واخد بالك كان قبل كده هو بيتفوق على لأنه حق القاعدة اللي قالها لساند محمد سيف أنا مش هقدر أسوى أكتر من كده يا جوزي كابتن حسن حمدي لو موجود في المزايدات دي كان يقدر يسوى أكتر من كده فكان يوصل لأرقام تانية وكان تفضل جوه الأهرام ولذلك كان فيه استياء من الأهرام أنه ما بياخدش الرعاية آه البيدنج أو المزايدات بتاعة النادي الأهلي لأنها بالأرقام دي هتوصل الأرباح لمقاتل الملايين يعني هتتجاوز أرقام كبيرة جدا ده ما بيتحققش للوقت ويمكن القدر عايز يجاب على السؤال اللي هم بيرددوه يعني طيب فيه شركات تانية هي ما تعدوش تقول لنا الأهرام 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 إذن يا جماعة هي فقط محاولة للتشويش والتشوية وأعتقد مردود عليها بأنه الأهرام هو اللي استفاد أضعاف أضعاف ما كان يحصل عليه النادي الأهلي في حوال الرعاية ولما الأهرام خرج بمزايدات من شركات زي الصلة وزي بريزنتيشن ظل الأهلي في القيم التسويقية بتاعته تتضاعف حتى اليوم من 140 إلى 250 لنص مليار لمليار وهكذا والأهرام برس سوء سوء الرعاية بقاله سنوات طويلة هي دي قيمة الأهلي اللي للأسف هؤلاء لا يريدون نرجع نربط المور ببعضها في سطر القيم التسويقية مرتبطة بالشعبية والجماهرية طبعا طبعا انت سألتنا على موضوع التحكيم مثلا التحكيم ده فلنجيك جملة كده التحكيم بصوا كل ما تكلم حد في محاولة برضو للتشويه والتشويش على بطولات الأهلي يقولك بالتحكيم فتيجي تقوله هاتلي حاجات بيّنة واضحة ان التحكيم جامل للأهلي بشكل واضح يقولك جون حسن شحات جون حسن شحات اللي اتلغى في مطش الأهلي كان جون صحيح بس قصاده الأهلي لا يتباكع على أهداف أخرى اتلغت للأهلي برضو في مطشات الزبالك مش مطشات حد تانية فإمعانا بالتوضيح في المنطقة دي بالذات جون كابتن حسن شحات في مباراة الأهلي كان جون صحيح بس بالمناسبة كابتن علامة يهوب له واحدة مفراد من مصر الملعب اتحسب تفصيد بغرابة شديدة قول دي ما جاتش جون طب والأهداف اللي جات كان موقفها ايه هل علشان الأهلي لا يتباكع على اللبن المسكوب هل الأهلي مش فاضي يقعد يتكلم ويبكي على حائط مبكى فبيشتغل وبيطور وبيغير وبينجح ومش فاضي يحاسب ولا يلوم ربما على فكرة لما تقول لي جون حسن شحاتة هقولك طيب كابتن ربيع يسين في موسم 83 84 كابتن محمود عثمان الله يرحمه بيلغيله هدف شرعي في شباك الزمالك هدف بالبطولة وانتو فاكريني كابتن ربيع مرة معنا على التليفون قال لك انا لغاية دلوقتي كل ما اسأل كابتن محمود عثمان لغيته ليه قل لي بس يا ولد اهو انتو نزلتوها يعني حنعيدها عشان تشوفوها تانية طيب اتفضلوا والكورنر وربيع طالع اهي بدماغه وعدت الحارس ونزلت وجون ايه بقى يعني انتو على فكرة لو فيه صوت كنت تسمعوا المعلق بيقول له جون بس بيخلوا علينا بالصوت الزملاء اهو بص اللعيبة مستغربة جدا كابتن محمود عثمان اللي ارحمه يقول له بس يا ولد ولا تعرف اصلا ايه سبب الالغاء لا اه انا عايز اعرف الوع في الارض ده مش الجون حتى بص اهو جون ولا اشترك ولا لمس الكورة ولا حاجة وبس يا ولد طيب ده كابتن ربيع ياسين حطه ياسين دي مع كابتن حسن شحات وقول لي ايه الفرق هقول لك طيب خد ما هو انقع كابتن طاري خليل اهل وزمالك موسم سبعة وتمانين تمانية وتمانين هدف اخر شرعي ملغي لكابتن طاري خليل خلينا نشوف على بداية شوت الاول من لقاء اهل وزمالك وما زالت النتيجة التعادل بهدف لكل من الفرقين ضرب حرم ومشه عابا مصطفى عبدو عليا لعبت زمالك مشتركة مع بعض وطاري خليل بيحطها وفي صفارة ما تفهمش برضو الصفارة بيه بس ماشي ما هو في حكم زي اللي جاية غريبة اوي بقى لا دي اغرب واحدة بقى عمرى انور اول مرة واحد قدام واحد يتحسن فاول عليه يعني شوفوا بس عمرى انور في مصطفى اهل وزمالك والنبي وقلولي دي تتحسن فاول ازاي اهل وزمالك ده كان يا جماعة موسم واحد وتسعين اتنين وتسعين كرة شديدة الوضوح وعمرى انور بيستلمها من وراء الباك وبيرقصوا الجنو يحطها وفاجأة يتلغي بداعي فاول على عمرى انور اتفرجوا حد يقول لي ازاي انا ممكن اعمل فاول على واحد مع واحد في ظهري جاهزة هنشوفها طيب يعني فيه ممكن الفيديو ده فيه مشكلة طيب هنشوف اللي بعدين اهل وزمالك بيلعبوا في جنوب افريقيا مرة تلاتين سنة على فكرة اربعة وتسعين الحكم بتروس متابلة الجنوب افريقي المعيار بتاع الحكم على فكرة الحكم ده حكم فاسد مرتشي بعد كده في جنوب افريقيا ابضوا عليه وتشطبوا داخل السجن وتمنع من اي نشاط محترم الحكم ده جماعة قولوا لي اي حكم محترم ازاي يحسب دي وما يحسبش دي حوري لكم واقعتين في نفس المباراة بتاعت جنوب افريقي اهل وزمالك في الصوبر صوبر افريقي برضو اللي احنا دلوقتي بندور له على ملعب من تلاتين سنة بتروس متابلة ايمانول امونيكي داخل حشش ياسر ريان بشكل اي حد لو كابتن حسن حلمي بيحكم المطش هيطلع كارت احمر لا ايمانول لكن بتروس متابلة اللي مداش كارت احمر لا ايمانول ادقى لمحمد يوسف رغم انه الفول لصالح يوسف شوفوا الواقعتين وحكوم انتو كرة ليات ريان ليات ريان يخدش ايمانول وفاول على ايمانول انما اعتقد ان النادي زمالك حيبدأ عزمة نصار يميل على الجبهة عشان يعاون اشرف يوسف والتحام بين يوسف واشرف محمد يوسف واشرف يوسف تشابوا اسمها طبعا وروح طيبة من حسام وضربة حرة مباشرة وما بيبصش للي معا كرة فقط انما بيبص لبقيت الزملاء برضو بطرف عين راح اهو وراجع له تاني بطرس بينبعه اهو اهو بحيات ينظر يا طر المين لمحمد يوسف تقريبا لان الانزمان اه الانزمان اري سلتاتوس ندى الحكم وقال له حاجة وعلى طول طلع كرة الاصفر لمحمد يوسف ست انظر ذا كرة احمر ذا كرة احمر وقال له لمحمد يوسف لمحمد يوسف بعد خمس دقائق اضطرت محمد يوسف من النادي الاهلي اللي حيلعب عشرة لعيبة بعد خمس دقائق اتروح اكم بص انت مفرق بين ايمان والخد كرة اصفر ايمانو ما اضطراتش خد كرة اصفر ادالو كرة اصفر ذا كرت احمر وهنا احمر لدرجة محمود بكر مندهش والفاول له دا متكعمل من ورا السلمة على بكة اللقطة لو كملت هيلاقي له وبيديله كارت اصفر يعني هو شايف اللعبة وتقدله ليه ان ما تستهلش الله اتفضلوا بصوا الشوطة اتفضلوا اطاح بيه احسن لعيب الزبالك كان ممكن يضطرد في المباراة او كان لازم يضطرد نفس الحاجة الفاول دا بصالح محمد يوسف ويوسف عايز ياخده الكرة عشان يلعبها بص راح اشرف يوسف وهو واقع في الارض شده من رجله على فكرة محمود بكر الله ارحمه قالك هيدينه كارت اصفر يعني دا تقديره قالك الله دا احمر شايف ما تبلش اول الفاول كده اه الاول بصوا يا جماعة يعني بتاعوا سلوله دا اللي كتب فيها الاستاذ براهيم حجازة الله يرحمه مقالة مهمة طيب احنا شفنا اللي حصل من اخطاء في مباريات القمة بين الاهل والزمالك طب الاخطاء اللي في مباريات للزمالك على فكرة وقاعة غريبة جدا حتى الناس اللي بتتكلم انه الاهل بيتجامل من التحكيم طب قولولي مثلا زباك بيلعب مع المقاصة ياريت نشوف زمالك مع المقاصة ضربة جزاء قولول انتوا ازاي دي تتحسب ضربة جزاء دي موسم 2014-2015 يعدي يعدي و ضربة جزاء ضربة جزاء من اهو ادي مصطفى فاتحي لموهم الاثنين لموهم الاثنين وبعدين وقع لوحده باستراحة بتاعت ربنا احنا في رمضان لم وهو واقع لوحده اتبحتروا باستراحة يعني دا وريك اللي يلغي لك يجوان ويحسب لهم ضربات جزاء الله يرحمه كابتن محمود بكر قالك واقع لوحده الصراحة احنا في رمضان بس في رمضان كان البلنات جايزة يعني شفتوا برضو الواقع ديت هتولي الالي اتعملوا حاجة دا الالي في الحتة ادي مطش الانتاج الحرب الراجل جاب وليد اذاره الارض وفتحة سبتش ابراهيم نوردين مرضيش يحسبها ضربة جزاء وهو ملعب معامه سرعة لا الاختر من ابراهيم كان فيه حكم خامس كان فوق اللعبة كان مشترك فيها صحية كان بيشدة اذاره مع العامة احنا قلتلكم من شوية على جون عمرة انور في الزمالك لانه والله اكثر وضوحا من اي خطأ ده يا دي مجرائب الكورة طبعا شفوها كده الاهل وزمالك عمرة انور حسام حسن عرضية يعدي صديق يعدي عام انما مصفر مصفر الحكم فاول على عم انور هربة حرة مباشرة مباشرة مالك حسام حسن عرضية يعدي صديق يعدي عام انما مصفر مصفر الحكم فاول على عم انور هربة حرة فضل يعني قولي ديت تتحسب ازاي مكتينة والله فاول ازاي يعني ده ده طبعا انت مركز على الحاجات اللي تلغت للآله ده انت لو ركزت الحاجات العكسية هتلاقي بقى يعني ما كانش جن وصلها ده ايه راحت العمرة انور الكورة مم يعني هدف يا جماعة بصوا على وضوحه طب حط ده مع جن الكابتن حسن شحات وقل لي ايه الفرق ده كان في موسي 91-92 يعني اهو ابراهيم حسن اللي عبه واعتقد ده حسام كمان عمر جاي اهو لا لمس ده ولا لمس ده وخد الكورة بين الاتنين ازاي تحسب تفول وهو اللعب قدامه يعني حتى حارس الزمالك فوجي بالقرار يعني هو بينضب حظه على رأي المعلق لكن لقاها فجأة بيلغيها له اتفضله ها شوفوا عمر انور ولا يعني الجن داخل برجليه حتى مش مش يعني مش عوزته طيب مجلس دارة النادي الاهلي كان عنده اجتماع النهاردة مهم انتهى منذ لحظات ومنع على الهاتف دكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي مساء الخير يا دكتور تحياتي وتحيات المهندس عدلي مساء الخير يا عبد ابراهيم مساء الخير يا بش مهندس عدلي اهلا يا دكتور بزاعة حضرتك الله يكون فوقنا كل ايام دي ايام شغل كتير احنا عارفين اه كل جماهير النادي الاهلي طيبة وكل اه افراد الشعب المصري طيبين بممناسبة هذه الايام المباركة ان شاء الله وحلول اه عيد الاطحل المبارك اه دكتور النهاردة كان فيه اجتماع للمجلس مش هده حقيقي النهاردة كان فيه اجتماع لمجلس دارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيف والكابتن محمود الخطيف كان حريص على يعني مراجعة الموضوعات اللي كانت تمت في الفترة الماضية سواء كانت بتتضمن مشروعات وكان اخرها اه حفلة تتشين مشروع القرد وكان الكابتن كمان حريص على ان هو يحيط المجلس بترتبات المرحلة القادمة والتكلفات اللي هتمت في المرحلة القادمة لان في الحقيقة الكابتن محمود طبعاً هيغضع في الفترة القادمة من غدا ان شاء الله لرحلة علاج طويلة المدة شوية لان طبعاً هو محتاج فترة علاج وفقاً بتعليمات الأطباء اللي هم مختصين بالحالة بتاعت الكابتن محمود لان احنا كنا عارفين ان الكابتن محمود في الجامعية العمومية الماضية كان فيه قرار هيتقل لأعضاء الجامعية العمومية المؤكرة ان الكابتن محمود هيطبع الرحلة العلاج لفترة زمنية طويلة في الحقيقة لانه كان الأطباء يعني كانوا عندهم رغبة كبيرة جداً في نجاح عملية العلاج وبرنامج العلاج هيرتكز على البعد عن الضغوط والحمل العمل اليومي الطويل المدة الزمنية اللي ممكن يصل لاثناشر ساعة واربعتاشر ساعة فكان فيه عندنا يعني ظروف غير مناسبة للحروب لهذه الرحلة العلاجية نتيجة لحالة المرض اللي تعرض لها الأستاذ العنبي فاروق وعقبها حالة الوفاة فاستر الكابتن محمود يلغي العلاج ويلغي فترة السفر للغارب ويعود لأرض الوطن عشان يتابع أمور الأستاذ العمري فاروق أيضاً وأمور النادي الأهلي اللي كانت موزعة التكلفات لكن في الحقيقة النهاردة تم عمل توزيع تكلفات على السابع أعضاء المجلس الإدارة أو على الإدارة التنفيذية للقيام برحلة العلاج اللي هي مطلوبة من ساطرة لأن في الحقيقة التحليلات الأخيرة كانت تظهر أمور غير إيجابية وبالتالي كان من الضروري السفر والالتزام بقى بالبرنامج العلاجي فسوف يسافر الكابتن محمود من غدا إن شاء الله لرحلة علاجه والالتزام بتعليمات الأطباء والبدء في هذه المرحلة التي أصبحت ضرورة ملحة في الفترة الحالية هل مقدر مدة الراحة والعلاج يا دكتور؟ والله الأطباء في الفترة اللي فاتت كانوا محددين فترة ست شهور أيام وفاة الراحة العمري فاروق كانوا محددين ست شهور لفترة العلاج الفترة الحالية على الأقل يعني على الأقل إحنا ممكن يبقى عندنا مش أقل من شهرين لثلاث شهور لاستكمال العلاج بالشكل الذي يقرره الأطباء خاصة طول هذه المدة وفقاً لقرار الأطباء وفي حالة استعادة الحالة الصحية الطبيعية ممكن أن تكون هذه المدة أيضاً أقل من ذلك لكن ده هيتوقف على التزام الكابتن محمود في برنامج العلاج وعدم التغرض لأي ضغوط خلال الفترة القادمة إن شاء الله هل فيه قرارات أخرى في المجلس؟ يعني كان عندنا مجموعة من القرارات التي تتعلق بمتابعة الأعمال الموجودة في النادي لكن كماناً كان عندنا قرار واحد من القرارات أيضاً المهمة التي تتعلق في التعاون مع شركة استادات للاستثمار هذه واحدة من الشركات الوطنية أن المجلس النهاردة قرر أن اعتمد تقرير اللجنة مشكلة من قبل مجلس الإدارة لتعاون مع شركة استادات الوطنية بشأن عادة هيكلة المجموعة الاختصادية التي هي موجودة بين شركة استادات والنادي الأهلي وأيضاً عادة هيكلة قناة النادي الأهلي التبع لشركة الأهلي للإنتاج الإعلاني في التعاون مع شركة اعتماد تقرير اللجنة ولا تكلف اللجنة بهذا العمل لا اعتماد تقرير اللجنة كانت مشكلة بقرار من مجلس الإدارة طريق 1-10-1-24 النشاط الرياضي كان فيه أي قرارات في تشكلات أجهزة فنية وغيره؟ لا لسه تشكلات الأجهزة الفنية إن شاء الله على قبل 1-7 إن شاء الله يتم اعتماد تشكلات الأجهزة الفنية للنادي وكل تشكلات النشاط الرياضي إن شاء الله كرة القدم فيها أي قرارات؟ كرة القدم كان فيه اجتماع للجنة التخطيط وفي الحقيقة لسه عندنا موسم سويل طبعا لكن هي دائماً بتبقى على دراسة صفيدة لكل الموضوعات التي تتعلق بقرار القدم وعندما يكون هناك قرار تتعلق بقرار القدم ثم يتم إعلانها على الجمهور النادي الأهلي اللي أكيد بيبقى حريص من تتابع كل شاهد النادي الأهلي كابت الخطيب طرح على أعضاء المجلس تفاصيل مشروع القرن هل فيه أي قرارات تم الاتفاق على مراحل التنفيذ في الفترة الجاية؟ تم استعراض البرامج اللي متعلقة بالمشروع في الحقيقة والتأكيد على إن إحنا حارسين على إن إحنا نصبق هذا البرنامج التي تم وضع بعينها شديدة في إثار اتفاق موجود ومكتوب ويمكن أعلننا عنه في الحفل بإن عدد صفحات كان نعلن عدد صفحات عشان يبان حكم الضقة والتفاصيل الموجودة التي تتعلق بهذا المشروع بحيث توقيت التنفيذ المتاحات المحددة الأعداد التي يستوعب كل المشروع سواء كان الجامعة سواء كان المدرسة سواء كان الدستات المتاحات المحددة لكل منهم المراحل اللي عيدتها تنفيذها قد أعتقد بيأكس الأكشن بلان اللي موجودة لهذا الموضوع بتفاصيله الضقيقة بتوقيتات زمنية محددة بمصادر تبويل وضع وبجهات مسؤولة عن التبويل دكتور احنا بنشكرك جدا وتحياتنا لكابتن خطيب وتمنياتنا له بإذن الله تعالى برحلة علاجية موفقة ويرجع منها إن شاء الله تعالى في أحسن صحة وحالة إن شاء الله شكرا سبحاني شكرا جزيلا للدكتور سعد شلب المدير التنفيذي شكرا جزيلا دكتور وأعتقد حتى حضراتكو في الصورة بشكل واضح يمكن القرار المهم كابتن خطيب في فترة قبل ما الرحل الكبير الأستاذ العمري فاروق يتعرض للأزمة الصحية كان وقتها كابتن خطيب في رحلة علاجية قطعها وجيه بسبب ظروف الأستاذ العمري وطبعا استمر من بعدها في إطار عام المتواصل جدا كان مقرر يطلع وقتها الرحلة الطويلة بس الظرف اختضى إنه أجل يعني طيب احنا شوفنا قبل مكالمة الدكتور سعد ما حدث في الوقاعة كتيرة جدا لكن ما تخلونا مع صاحب الشأن نفسه كابتن أحمد حسان ميدو أحمد حسان ميدو وهو بيعترف طيب هناخد فيديو واحد يا أحمد ميدو بيعترف بإلغاء الحكم لهدف ودي دجلة أمام الزمالك في مباراة وقت ما ميدو كان رجل مدير فن للمقاصة هو دلوقتي بيقولك الأهل هو اللي بيتجامل والزمالك هو اللي بيتظلم طب ميدو نفسه ما كان الرجل مش شغال في الزمالك وكان شغال في ودي دجلة ودي دجلة بيلعب مع الزمالك ودي دجلة تعرض لبعض الظلم من حكم المباراة أحمد حسان ميدو بنفسه عن مجاملة التحكيم للزمالك شوفوا الوضع بقى كان كان زي نشوفه أنا راجل زمالكاوي طبام؟ لكن عمري مكورة بتاعتنا هتتفور يا جماعة وإحنا كده أنا بقولك كابتن رودا بيلتاجي عيب إن جون زي دا يتلغي جون واضح وصريح مفيهوش أي يعني شك إن هو اوفسايد وقدامه غير كده الجون اللي دخل فينا مش فاول الراجل حاسب لا يقل عن 15 فاول حانية 18 عشان الزمالك يجيب جون إحنا من لعب النهاردة الزمالك والحكام يعني إحنا كنا طبعا الحالة كان لها خصوصية بعد الثواني أو دقائق من انتهاء المباراة اللي بيتحافظ لمصر على تصدورها لجدول مهم جدا بتاع تصويرات كأس العالم وبعض الكلام الذي لما يسعفنا الوقت فيه منقشته بالأدلة والأستاذ إبراهيم يعني أنا يعني أشكره إنه هو لما أكثر ما يستطيعوا من مستندات عشان نقدر نقول إن الكلمة اللي بنقولها كلمة موثقة بعيدا عن أي منافسات شخصية لإني احترامي الكامل لكل الناس ولكننا في سرد الحقائق نوثقها ونعلنها أعتقد الصورة تكون واضحة جدا دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي دوما وكل سنة وانتوا طيبين سوال أخير